رسالة بولس الرسول الى فليمون بولس اسير يسوع المسيح وتيموثاوس الاخو الى فليمون المحبوب والعامل معنا والى ابفية المحبوبة وارخبس المتجند معنا والى الكنيسة التي في بيتك نعمة لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح اشكر الهي كل حين ذاكرا اياك في صلواتي سامعا بمحبتك والايمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القدسين لكي تكون شركة ايمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لاجل المسيح يسوع لان لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك لان اخشاء القديسين قد استراحت بك ايها الاخو لذلك وان كان لي بالمسيح ثقة كثيرة ان اامرك بما يليق من اجل المحبة اطلب بالحري اذ انا انسان هكذا نظير بولوس الشيخ والان اسير يسوع المسيح ايضا اطلب اليك لاجل ابني اونسيموس الذي ولدته في قيودي الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الان نافع لك ولي الذي ردته فاقبله الذي هو احشائي الذي كنت اشاء ان امسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الانجيل ولكن بدون رأيك لم ارد ان افعل شيئا لكي لا يكون خيرك كانه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار لانه ربما لاجل هذا افترق عنك الى ساعة لكي يكون لك الى الابد لا كعبد فيما بعد بل افضل من عبد اخا محبوبا ولا سيما الي فكم بالحري اليك في الجسد والرب جميعا فان كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيرا ثم ان كان قد ظلمك بشيء او لك عليه دين فاحسب ذلك علي انا بولوس كتبت بيدي انا اوفي حتى لا اقول لك انك مديون لي بنفسك ايضا نعم ايها الاخ ليكن لي فرح بك في الرب ارح احشائي في الرب اذ انا واثق باطاعتك كتبت اليك عالما انك تفعل ايضا اكثر مما اقول ومع هذا اعدد لي ايضا منزلا لاني ارجو انني بصلواتكم سأوهب لكم يسلم عليك ابا فراس المأسور معي في المسيح يسوع ومركوس وارستاربوس وديماس ولوقة العاملون معك نعمة ربنا يسوع المسيحي مع روحكم امين الى فيليمون كتبت من روميا على يد اونسيموس الخادم اشتركوا في القناة